في هذا البرد ما ينفع فيها كان برغل هكا مفور ابنين دياري كما نعرف هنا عندي البرغل لديه بعثت ولي التاني بها ربي يبرك لها مكلي بالقشرة متاعوه حاجة ابنين ابنين مش كما البرغل اللي راوه ديمة وخاصة انت على تراكب دم قشر يعجبوني الحبوب اللي يبداوا بالقشرة متاعهم فيهم منافع اكثر وابن فيهم نكهة خي هنا حطيت البرغل في الماء وخسلته بليحمله ومن بعض باش نصفيه ونخليه تشرب شوية هكي الماء هذيك باش نحط نفوحه ونفوره هوني صفيته من الماء بتاعه الزيت وفوحته بالملح والزيت اجمة زيت فلفل اكحل كركم فلفل احمر تفوروا بيهم معا ونخلطه ومن بعد ناخذ المقفول بتاعي وبيش نعمل قصص متاعه هنا اخذت الزيت حتيت كعبتين بصل قصيتهم كما ترى قسمتهم على اربع البصل قسمتها على اربع البصل وبعد نقصها كموك كعبات هكي كبار شوية انا بش نطيبه بالبقر اذا كعليش لبصل بش يذوب لي روهم من بعد وكين بش نطيبه بالجاج تقص اقل شوية يعني لبصل اقل سمك من هكيكا حتيت قرن فلفل الشيح هذا على فكر شيحتوا واحد في الدارة ونهبطو لكم الفيديو ان شاء الله وعملت معاه قرن فلفل اخضر بش يتقللوا مع بعضهم والنار ما هي شقوية بش ما نحرقش الزيت الفلفل هو كيما ترى و جوست سيب النكهة بتاعه اما مش بتقليه تقليه يعني خرجتو بش نرميه من بعد في الاخر بالكل يتيب تورميت تروف الحام البقري على هكي لبصل fwaah عندي للملح تبلوكروية حتيت مغرفتين صغار تبلوكروية رشة فلفل كحل مالحة منظر وحتيت تحرق الفحت فلفل الأحمر وحتيت ترد طريب الامن تقريبا 3 مغارف صغار وإلا مغارف 2.5 فلفل أحمر وزيت نص مغارفة فلفل مهروش تسمى بش نعمل كمية كبيرة فطور وعشاء وفطور ويمكن يوقع حتى زد عشاء أعملت هنا مغارف 2 كبار تماطم معجونة كما قلت لكم النار هيدية باش ما نحرقوا شفحاتنا سينو يكحالوا يمراروا ويكحالوا ويمراروا ونصب طواي نمرق بالماء السخون ومبعد ما شربك البرغ الوزرو كفاشيح باش نحطو طواي في الكسكيس ونحطوش مصطك بالميرة وما يتفورش ونخليه حتى يشيح حكا باش نفوره البخار هكا يدخل في وسطه يتعدى بين الكعبة والكعبة ويطيبها هو راسه صحيح أكثر من الكسكسي يعني يخذ طفوير أكثر من الكسكسي وهذا المرقم تاعنا بعد بردت بشتغلي نحط له أكثر ماء بش نزيد له أكثر ماء كما ترى هكا ونخليه يغلي ساعتين خطر بقري بش خليه ساعتين على نار هيدية ويتفور فوقه في راحة منعقله كبدا ما عندي ما نعمره ساعتين بش نزرب الكوكوت وحطيت بش نعمل معها أمك حورية عندي سلطة أمك حورية سفنير يا حطيت بش نصمتها وهو يتفور على روحه وعدة كسف يعتي نشوفك الماء كله تشربه ذاكا كان نفوقه وزروينا ولا ولا والحم طاب زبدة ما شاء الله طوى بش نعود نصب له ماء سخون يغلي ونرميله هكا الفلفل بشي سيب النكهة متاعه ثم يغلي درجينة كيكة 4 ساعة ونمرق البرغل ونفور به مرة أخرى البرغل ارميت الحموص عندي حموص طيب في حكته شللته مليه ورميته في الاخر وخليته عمل الغلوة درجين 4 ساعة ونسقي هكا البرغل تسقي الولا ونرجعه يتفور في الكس كيس وفوق المقفول تفويره حتى يشرب كصوص ومن بعد نعود له نفس العملية يتفور ومن بعد نحطه يتجمر ومن بعد نحطه يتجمر ومن بعد نحطه يتجمر في الصوص الخفيفة تشوفوها من بعد كيفاش البرغل يشرب رغب جدا طوك السوس الزيدة اللي هبتت ملوطة نعود نصبها فوقه خليته تفور صيئ كيفاش عرف تعافو بشي تفور يشرب صيئ الشيح ثم نعود نحط لكس كيس نعود نسقيه بالصوص مرة اخرى صوص طقيلة شوية ما حتيتش صوص هكا خفيفة بطبيعة يرجع لك لك انتي تحط اللي تحب كل واحد كيفاش يحب طوى باش نحطه اعمال التفوير الثانية بكسوس طوى باش نحطه يتجمر حتيت تطبق الفور الفور على 180 درجة ولا 190 درجة مدة 25 وقالة 30 دقيقة المهم حتى يشرب طبق حتيت فيه شوية زيتونة من اللوطة وحتيت عليها البرغل المفور مرتين وحتيت عليها طاوك السوس السوس اللي قعدت زيتها ميريتوني قدش خففتها هي درجة من اللوطة ومن بعض طوبشي تيبلي في الماء هذي ما نحبوش يتحرقلي نحبو تيب سلسلة ويشرب مليح البرغل يشربره بلقدي 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 هذي كمية كبيرة رو تقريب الرطل كمية كبيرة ونحطوه في الفور خمسة وعشرين دقيقة شوفو كيفاش يخراج ما شاء الله كي نحط فيه المغرفة نلقاه الشيح من الميمتي وعديك المرقة جوزت شوية قعد بقلي هو يغلي طلع منه ومنا طوى صي يشربو ويبدن فرق الكابجنا ببخته حتيتك الحم طوى ما حلتوش يتجمر بالحم بش بيشيحش خليتو في المقفول هو والحومص والفلفل ومن بعد حتيتو وحتيت طاولتي وحضر رفطوري ونودكم ومن شاهيكم بالحق يسربني هكا ها وهذه وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة وبسلامة